السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا اليوم التولد عند الإنسان ذلي نتعرف أولا على أعضاء الجهاز تنسل عند الرجل لدينا الحالب وهو عبارة عن قناة يمر عبرها البول من الكيلية نحو المتانة البولية الحويصلة المنوية بروستات أو ما يسمى كذلك الموتى غودة كوبر الإحليل وهو عبارة عن قناة بولية منوية يمر عبرها في نفس الوقت المني والبول ثم البرباخ ثم كيس الصفن وهو عبارة عن كيس حيث تتواجد الخصيتان الخصية القاضيب قناة منوية وهي القناة التي يمر عبرها أو تمر عبرها الحيوانات المنوية وأخيرا المتانة البولية وهي الكيس حيث تجمع البول قبل أن يطرح نحو الخارج ربما لحتم معي ذلك بالنسبة للرجل نلاحظ أن هناك علاقة بين الجهاز التنسلي والجهاز البولي نتابع إذن لنلاحظ مقطع الطولي على مستوى الخصية فعلا يبيننا هذا المقطع أن داخل الخصية يوجد عدد كبير من الأنابيب المنوية على مستوى هذه الأنابيب المنوية يتم إنتاج الأمشاش تنسلي الذكرية وهي الحيوانات المنوية فعلا هذه الحيوانات المنوية التي تم إنتاجها على المستوى الخصية تمر عبر القناة المنوية حيث تمر كذلك عبر الحويصلة المنوية وعبر الموتى على مستوى هاتين الغدتين يتم تزويد الحيوانات المنوية بمواد اقتياتية نتابع خلال العلاقة الجنسية ينتصب القضيب وخلال التزاوج يتم مقدف الحيوانات المنوية داخل المهبل لنتعرف الآن على أعضاء الجهاز التناسل عند المرأة إذن لدينا المبيض قناة المبيض مخاطط الرحيم الرحيم عنق الرحيم وهو عبارة على الممر الذي يربط بين الرحيم وبين المهبل ثم بالإضافة إلى ذلك الفتحة التناسلية نتابع إذن بعد قدف الحيوانات المنوية داخل المهبل هذه الحيوانات المنوية تمر عبر عنق الرحيم ثم عبر الراحم في اتجاه قناة المبيض فعلا تصل الحيوانات المنوية إلى مستوى قناة المبيض خلال فترة الإبادة على مستوى المبيض في هذه الحالة يتم تحرير البويضة كما ستلاحظون معي فعلا تم تحرير البويضة وفي مستوى الثلث العلوي لقناة المبيض ستلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة فعلا هناك التقاء للحيوانات المنوية مع البويضة وحدود عملية الإخصاب اتحاد نواتي كل من البويضة والحيوان الملوي ينتج عن ذلك تشكل البيضة بفضل حركة أهداف الغشاء الداخلي لقناة المبيض كما تلاحظون معي هنا تتحرك البيضة في اتجاه الجوف الداخلي للرحيم وفي طريقها كما سنلاحظ بعد اللحظات تخضع هذه البيضة لعدة انقسامات نتكلم عن طور خليتين طور أربع خلايا طور ثمانية خلايا تتكرر هذه الانقسامات حتى نحصل على كتلة من الخلايا تشكلنا ما نسمي بالتوتية تابع خلال هذه المرحلة تعريف مخاطط الرحيم بجموعة من التغيرات تتمثل في زيادة في سمك مخاطط الرحيم كما تلاحظون معي هنا هناك زيادة في سمك مخاطط الرحيم بالإضافة لتكون تخاريم وزيادة في كتافة الشعارات الدموية هذا المخاطط الرحيم تستعد لاستقبال البيضة نتابع فعلا بعد سبعة أيام من الإخصاب تصل البيضة التي خضعت لعدة انقسامات كما أشرت إلى ذلك قبل لحظات تطورت خلالها إلى توتية لتصبح ما يسمى البلاستوسيت بداخلها الجنين فعلا في اليوم السابع بعد الإخصاب يتنغرز أو ينغرز البلاستوسيت داخل مخاطط الرحيم إنه عملية التشيش يستقر الجنين ويبدأ في النمو ليصبح بعد تسعة أشهر من الحمل مولودا جديدا شكرا على انتباهكم وإلى موضوع آخر إن شاء الله شكرا على اشتركوا في القناة